ماذا تسابه؟ وإيش الفريق بينه وبين مخدرات السابق؟ يسمى كرستان ميث وله اسم علمي أيضا العبارة عن مكون أو مركب كيميائي تدخل في تركيباته كثير من السموم يعني بخلاصة هو مجموعة من السموم تم استخلاصها بعملية تركيبية معينة فتم استخلاص هذه المادة وأصبحت رائجة تستخدم في فترة سابقة لأشياء معينها اليوم لعل الهاجس الأساسي لاستخدام هذا النوع هو الحصول عن نشوة الحصول على شيء خاص وهذا ما يعطي الشباب أكثر إقبالا على هذا النوع قضية المتعة أو زيادة القدرة الجنسية فهذه الأوهام جعلت من هذا النوع من المخدرات المركب الكيميائي من النوع الخطيرة أن المخدرات صنف ثلاثة أنواع طبيعية ونصف تخليقية وتخليقية والنوع الأخطر هو النوع التخليقي أي المصنع كيميائيا أصبح رائج لهذه الأسباب الأساسية ترجمة نانسي قنقر